اعلنت هيئة الرؤية الشرعية انه نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة فان غدا الاربعاء متمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس اول ايام الشهر الكريم عاده الله على البحرين وشعبها باليمن والبركات الحمد لله الذي شرفنا بالاسلام ومن علينا بصيام شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدا وعلى آله وصحبه ذو التقى والإيمان وبعد وحيث ان دخول شهر رمضان لا يثبت شرعا الا برؤية الهلال او باكمال عدة شعبان وحيث ان شهر شعبان لعام 1439 هجرية ثبت دخوله يوم الثلاثاء 17 من ابريل 2018 ميلادية فقد اجتمعت هيئة الرؤية المكونة من اصحاب الفضيلة الشيخ عدنام من عبدالله القطان والشيخ الدكتور ابراهيم بن راشد الامريقي والشيخ راشد بن حسن البعينين بقاعة الاجتماعات ببنى المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية مساء يوم الثلاثاء ليلة الاربعات 29 شعبان 1439 هجرية الموافقة 15 مايو 2018 ميلادية وإلى حين اعداد هذا البيان لم يتقدم للهيئة احد بالشهادة برؤية الهلال وبناء على ذلك فيكون يوم قد الاربعاء هو المكمل لعدة شهر شعبان 30 يوما وان يوم بعد قد الخميس 17 مايو 2018 ميلادية هو اول ايام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجرية ويجب صيامه والله ولي التوفيق هذا ويقتنم المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية هذه لمناسبة السعيدة ليرفع الى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي وللعالم العربي والإسلامي أجمل التهاني وأطيب التبركات سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير وليمنوا البركات وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاة وأن يوحد صفوصهم وينصرهم على أعداؤهم ويوفق الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه ويجعلنا من عتقاء آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم